فقرأوا ما تيسر من القرآن وامد الواو الخطأ يقول وقتلوهم في آخر حيث ثاء أخلصها من الثاء التي بعدها في أول كلمة ثقفتموهم في كلمة ثقفتموهم أحرص على ترقيق الساء لا أقول ثقفتموهم الصحيح ثقفتموهم وامد الواوى حركتين مداً طبيعياً وآخرجوهم أرققوا الهمزة وأفخموا الخاء وأرققوا الراء وأخرجوهم الخطأ هو تفخيم الهمزة يقول وأخرجوهم الصحيح وأخرجوهم ومد الواوي حركتين في آخر وأخرجوهم ميم ساكنة أضغمها بغنة بحركتين في الميم التي بعدها من حيث أخرجوكم في كلمة أخرجوكم أحققوا الهمزة وأرققها وأفخموا الخاء والراء أيضا هنا مفخمة الخطأ يقول أخرجوكم الصحيح أخرجوكم ومدوا الواوي أيضا حركتين والفتنة فيها عدم تحريك التاء لا أقول والفتنة والفتنة وأحرص على كسر ألفاء أشد فيها تحقيق الهمزة وتشديد الدال وضمها والفتنة أشد من القتل في كلمة القتل أفخن القاف أحرص على عدم تحريك التاء لا أقول من القتل من القتل ولا تقاتلوهم في كلمة تقاتلوهم أرقق التاء وأمد الألف والواوى حركتين لكل حرف مع كسر التاء ولا تقاتلوهم عند فيها إخفاء النون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الدال المسجد فيها همس السين وإخراجها من مخرجها الخطأ يقول المسجد الصحيح المسجد الحرام فيها ترقيق الحاء وتفخيم الراء والألف المدية بعدها عند المسجد الحرام حتى حتى فيها تشديد التاء وفتحها ومد الألف حركتين في آخرها مدا طبيعيا يقاتلوكم فيها مد الألف والواوي حركتين لكل حرف في آخرها ميم ساكنة أحرص على إظهارها لأن بعدها حرف الفاء يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم إخفاء للنون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف القاف مع كسر الهمزة وتحقيقها فإن قاتلوكم فقتلوهم سبق الكلام فيها كذلك أمد الألف المدية بعد الذال حركتين مع كسر اللام جزاء فيها مد الألف خمسة حركات مدا واجبا الكافرين أحرص على كسر الفاء والراء وترقيق الراء الخطأ يقول الكافرين الصحيح الكافرين قراءة الآية وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الآية 192 فإن انتهوا أحرص على كسر النون في كلمة فإن انتهوا فيها إخفاء النون بغنة بحركتين لأن بعدها حرف التاء فإن فيها كسر الهمزة وتحقيقها وغنة النون حركتين الله أحرص على ترقيق الهاء في آخرها لا أقول الله الله غفور رحيم فيها تفخيم الغين وفيها مد الواوي حركتين وإضغام التنوين في آخر كلمة غفور إضغاما كاملا في الراء التي بعدها غفور رحيم الآية فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الآية 193 وقاتلوهم حتى لا كل هذا تكلمنا فيه تكون فيها مد الواوي حركتين فتنة ويكون في كلمة فتنة أحرص على عدم تحريك التاء كما أضغم التنوين في آخرها بغنة بحركتين في الواوي التي بعده فتنة ويكون الدين لله في كلمة الدين أشدد أدال وأكسرها وأمد ألياء حركتين مد طبيعيا لله فيها كسر اللام الأولى وتشديد اللام الثانية فإن انتهوا تكلمنا عنها فلا أمد الألف حركتين عدوان فيها ضم العين وسكون الدال وقلقلتها ومد الألف حركتين الخطأ يقول عدوانا يضم الدال الصحيح عدوانا إلا فيها كسر الهمزة وتحقيقها وتشديد اللام ومد الألف حركتين على الظالمين وفخموا الظاء والألف المدية بعدها وأكسروا اللام الظالمين قراءة الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الآية 194 الشهر فيها ترقيق الشين والهاء وتفخيم الراء الخطأ يقول الشهر الصحيح الشهر الحرام فيها ترقيق الحاء وتفخيم الراء والألف المدية بعدها بالشهر فيها ترقيق الراء الحرام والحرمات فيها ضم الحاء والراء وتفخيم الراء ومد الألف حركتين والحرمات قصاص في كلمة قصاص أكسر ألقاف وأفخم كل الكلمة والحرمات قصاص في آخر كلمة قصاص تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعده حرف الفاء والحرمات قصاص فمن اعتدى أكسر النون في كلمة فمن اعتدى لا أحرك العين كما أمد الألف في آخرها حركتين في آخر كلمة عليكم ميم ساكنة أحرص على إظهارها لأن بعدها حرف الفاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا أرقق الفاء وأسكن العين وأوسطها ولا أحركها كما أمد الواوى حركتين فاعتدوا عليه بمثلي فيها كسر الباء والميم واللا وفيها ثاء ساكنة لا أحركها الخطأ بمثلي الصحيح بمثلي ما اعتدى عليكم سبق الكلام فيها واتقوا أرقق التاء الخطأ يقول واتقوا الصحيح واتقوا الله واعلموا أوسط العين وأسكنها ولا أحركها الخطأ يقول وعلموا الصحيح وعلموا ومد الواوي في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة أن فيها تحقيق الهمزة وغنة النوني حركتين الله مع المتقين في كلمة المتقين أرقق التاء المتقين الصحيح المتقين قراءة الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الآية 195 وأنفقوا أحقق الهمزة وأفتحها وأرققوا النون وأخفيها وأكسروا الفاء لا أقول وأنفقوا الصحيح وأنفقوا مع مد الواوي حركتين في آخرها في سبيل مد الياء الأولى والثانية حركتين لكل حرف في سبيل الله ولا تلقوا في كلمة تلقوا أرقق التاء واللام وأمد الواوي حركتين الخطأ تلقوا الصحيح تلقوا بأيديكم أكسبوا الباء وأحققوا الهمزة وأمد الياء حركتين إلى التهلكة أشدد التاء ولا أحركوا الهاء كما أضموا النام الخطأ يقول التهلكة الصحيح التهلكة وأحسنوا أحقق الهمزة وأفتحها وأهمسوا الحاء وأكسروا السين وأحسنوا كما أمد الواوى في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة إن الله تكلمنا عنها يحب فيها ضموا الياء وكسروا الحاء وتشديدوا الباء وضمها يحب المحسنين فيها همسوا الحاء وكسروا السين قراءة الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الآية 196 وأتم فيها تحقيق الهمزة وفتحها وترقيقها وغنة الميم حركتين وأتم الحج في كلمة الحج أشدد الجيمة وأفتحها والعمرة الخطأ فيها هو تحريك اللام أو الميم يقول والعمرة الصحيح والعمرة لله فإن فيها كسر الهمزة وتحقيقها أحصرتم فيها ضم الهمزة وفيها تفخيم الصاد وترقيق الراء الخطأ يقول أحصرتم الصحيح أحصرتم فما استيسر في كلمة استيسر كل الحروف مرققة ما عدا الراء في آخرها الخطأ يقول فما استيسر الصحيح فما استيسر من الهدي في كلمة الهدي أقلقلوا الدال وأكسروا الياء من الهدي ولا تحلقوا أحرص على ترقيق التاء وهمس الحاء كما أمد الواوى في آخرها حركتين الخطأ يقول تحلقوا الصحيح تحلقوا رؤوسكم فيها تفخيم الراء وفيها ضم الهمزة وفيها مد الواوي حركتين مد بدل رؤوسكم حتى تكلمنا عنها يابلغ فيها قلقلة الباء وتفخيم الغيب الخطأ يقول يابلغ الصحيح يابلغ الهدي محله في كلمة محله كسروا الحاء وتشديدوا وفتحوا اللام كما أمدوا الهاء المضمومة في آخرها حركتين مد صلة محله فمن كان إخفاء النون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الكاف ومد الألف حركتين مد طبيعيا منكم فيها إخفاء النون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الكاف وفي آخرها ميم ساكنة وضغمها بغنة بحركتين في الميم التي بعدها منكم مريضة في كلمة مريضة أحرص على ترقيق الميم والراء الخطأ يقول مريضة الصحيح مريضة أو به في كلمة به أكسروا الباء وأمدوا الهاء المكسورة في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة أو به أذى أذى من رأسه في آخر كلمة أذى تنوين أضغمه بغنة بحركتين في الميم التي بعده من رأسه أضغم النون الساكنة إضغاما كاملا في الرأي التي بعدها أذى من رأسه أحرص في كلمة رأسه على عدم تحريك الهمزة لا أقول رأسه رأسه وأمد الهاء المكسورة في آخرها حركتين مد صلة ففرية فيها فتح ألفاء الأولى وكسر ألفاء الثانية مع قلقلة الدال ففرية في آخرها تنوين أضغمه بغنة بحركتين في الميم التي بعده من صيام أخفي النون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الصاد في كلمة صيام أحرص على تفخيم الصاد وكسرها وترقيق الياء والألف المدية بعدها الخطأ يقول صيام الصحيح صيام أو صداقة فيها تفخيم الصاد وترقيق الدال الخطأ صداقة الصحيح صداقة أو نسك في كلمة نسك أضم النون وفي آخرها تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعده حرف الفاء فإذا فيها كسر الهمزة وتحقيقها ومد الألف أربع حركات لأن بعدها همزة فإذا أمنتم أمنتم أخفي النون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف التاء كما أحرص على تحقيق الهمزة في أولها في آخرها ميم ساكنة أحرص على إظهارها لأن بعدها حرف الفاء أمنتم فمن تمتع إخفاء النون الساكنة بغنة بحركتين في كلمة فمن لأن بعدها تاء تمتع في كلمة تمتع أشدد التاء الثانية وأفتحها بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي كل هذا تكلمنا فيه فمن لم إضغام النون الساكنة إضغاما كاملا في اللام التي بعدها يجد فيها كسر الجيم وقلقلة الدال فصيام تكلمنا عن كلمة صيام ثلاثة فيها مد الألف حركتين أيام في الحج في كلمة أيام أحرص على تحقيق الهمزة وتشديد اليا كما أمد الألف حركتين في آخرها تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الفاء في الحج وسبعة في كلمة سبعة أقلقل الباء إذا تكلمنا عنها رجعتم أفخموا الراء الخطأ يقول إذا رجعتم الصحيح إذا رجعتم مع توسط العين وعدم تحريكها تلك كسر الداء عشرة أرقق العين والشين وأفتحهما مع تفخيم الراء وفتحها أقول عشرة الخطأ عشرة هنا في هذا الموضع في آخرها تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الكاف تنبيه كلمة عشرة أحيانا تأتي ساكنة الشين كما في صورة البقرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وأحيانا تأتي مفتوحة الشين كما في هذا الموضع تلك عشرة كاملة الرجاء الانتباه إذا كانت الشين ساكنة أو مفتوحة عشرة كاملة ذلك إخفاء للتنوين في آخر كلمة كاملة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الذال لمن لم إضغام النون الساكنة إضغاما كاملا في اللام التي بعدها لم يكن أهله في كلمة يكن أضم الكاف أهله أحرص على تحقيق الهمزة وعلى عدم تحريك الهاء أهله الخطأ أهله كما أمد الهاء المضمومة في آخرها حركتين مد صلة حاضري فيها ترقيق الهاء والألف المدية بعدها وفيها تفخيم الضعب ثم ترقيق الراء لأنها مكسورة الخطأ حاضري الصحيح حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله كل ذلك تكلمنا عنه شديد فيها مد الهاء حركتين مد طبيعيا العقاب أحرص على عدم تحريك الهاء كما أكسروا العين وأفخموا القافة والألف المدية بعدها والباء أقلقلها إذا وقفت عليها أقول شديد العقاب إذا أكملت فهي مكسورة وليست مقلقلة قراءة الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب قراءة الآيات كاملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب انتهينا بحمد الله وتوفيقه ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأرأوا ما تيسر من القرآن